سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة كل عام وانتم في نعمة المسيح ودايما نقول المسيح قام وأقامنا معه اليوم هو يوم الجمعة العظيمة عند الكنائس الشرقية وإحنا بنصلي معاكم شاكرين الرب على محبته وفداءه وقيمته ونصرتنا فيه ومعه بصلي أن الأيام دي تذكرنا جميعا أننا شهادة لمحبة الله للإنسان لكل اللي حوالينا واللي بيشوفونا يشوفوا فينا المسيح ونكون دعوة لمحبة الله لهم ونتذكر دائما أن مسؤوليتنا الأولى كمؤمنين أننا نوصل رسالة الخبر الصار الإنجيل إنجيل يسوع المسيح لمن حولنا بذكركم أن ده مسؤوليتك ومسؤوليتي الأولى وبصلي أن ربنا يستخدمكم في ذلك كل يوم ويشجع قلوب المؤمنين أنهم يكونوا شهادة لله النهاردة موضوع الحلقة حيكون عنوانه الأزهر وفرسيين العصر الحديث الفكرة هنا في ربط الفرسيين بالأزهر حقولها لكم بعد دقيقة كده بس عايزة أفكركم بحاجة الشهر ده بيوافق اللي إحنا فيه لسه إحنا في شهر رمضان وإخواتنا المسلمين صايمين ويعني أنتوا عارفين طبعا أن أنا كنت مسلمة فأنا يعني عارفة إزاي هما عايشين التقاليد الرمضانية اللي إحنا تعودنا عليها بكل أشكالها إذا كانت من مظاهر الزينة في الشوارع إلى فرد تقاليدهم على كل اللي حواليهم إلى الفتاوي اليومية بالحرام والحلال وما يفطر وما لا يفطر والأدان إمتى وتتصحر إمتى وطبعا القائمين على ذلك هما الشيوخ وده عز بقى شغلهم يعني ده الوقت اللي هما بيبقوا يعني شغلهم متسع جدا يعني عز ظهورهم من الفتاوي اللي بيقدموها كل يوم للبرامج الكل بيتصابق على أنه يقدم برنامج جديد في رمضان خاصة لفرد سيطرتهم وإثبات سلطتهم على البشر ومع ذلك أنت شايف في شهر رمضان عندك مشاكل عندك خناقات مستمرة عندك يعني لسه الحادثة اللي هعمل لكم حاجة عليها خاصة يعني قريب بتاعت الست اللي دخلت المترو دربت البنات عشان مش عجبهم لبسها مش عجبها لبسوهم ما هما البنات مسيحيات مش مضطرين يلبسوا زيك ومش نبسين لبس خليح ولكن هذه هي روح الإسلام اللي بتظهر في رمضان مش كده لكن النهاردة أنا عايز أركز شوية على الشيوخ هذه السلطة اللي بتتفاقم وبتظهر قوي قوي في شهر رمضان السلطة الدينية على جميع من حوله بيسموا نفسهم حفظة الدين والتراث العالمين بما لا تعلمون أنتم اللي في إيديهم أسرار الحكمة والدين كل ما تتكلم يقولك أنت مش فاهم أنت مش عارف أنت مش دارس أنت مش قاري أصل العالم لازم ياخد 12 يدرس 12 علم علشان يتخصص ويعمل ويتخرج من تحت إدين مين ومين فهو اللي يقولك أنت هتعمل إيه وتفكر في ربنا إزاي فأصبحوا الطبقة غير الطبقات بيفكروني بأغنية فؤاد المهندس بتاعت حاضراتنا من طبقة فوق الطبقات دي يعني اللي قدي بقى يفتكرها في مصرحياته بيدخلوا في كل شيء من أكل غير المسلمين والجهر بالإفطار ويعني محاولات تجريمه إلى ما تقدمه السينما والتليفزيون والفن وكده بمناسبة وغير مناسبة لكن في شهر نمضان حندق قوي بقى يعني دي فرصتنا بقى حرام وانتوا كده بتكفروا وانتوا كده بتسيبوا الرسول وكده ففي النهاية هل هم حماة الدين أم هم حماة أنفسهم هل هم بيحموا سلطانهم ولا هم بيحموا الدين هل هم بيقدموا ما تعلموا من هذا الدين ويفردوه على الناس ومش عايزين الناس تفهم الربط بقى اللي خلاني أربط بين هؤلاء أنا قاعدة يعني طول شهر رمضان بشوف الأحداث اللي عمالة تحصل ويعني بقول يعني يا رب أنتوا المفروض الصايم يعني المفروض أنه يكون بيتقرب من الله تلاقي كل الغم والنكد على الحواليه والنكد اللي جواه طالع على عينينا على طول واحد يتنمر على حد بياكل واحد يتخنق مع امراته واحد يضرب حد في الشارع إلى فرض صلواتهم في الشوارع يعني دايما في حاجة بتطلع بتعالي على الناس بأذى للي حواليهم فأنا بقاعدة تفرج يعني يقول طب أنا هتكلم على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه لكن النظرة العامة اللي أنا عايزة أقدمها لكم النهار ده إنه هناك فصل بين رجال الدين اللي بيحموا الدين علشان يحموا سلطانهم المتفاقم ده اللي هو أساسا يعني فادي في فصل بينهم وبين الناس البشر وموضوع النهار ده حيوريكو ده إزاي يعني هو حقيقة فعلا واللي خلاني أربط بينهم وبين الفرسيين في الكتاب المقدس إنه أنا يعني وأنا بشوف كل الأحداث دي كنت بسمع الوعزة للأسيس عادل مالك وأنا بشكره على الوعزة دي بالذات أنتوا عارفينه هو دايما بيكون معايا ضيف في البرنامج بيقول كده قال كان بيتكلم عن التعامل بين الفرسيين والمسيح والفرق بين الفرسي اللي ماشي شايف إنه كل الناس اللي حواليه خطاوه هو بس اللي يعني مليان بالعظم أو حفظ الدين والمسيح الذي جال يصنع خيرا ويتواصل مع البشر ويحب البشر ويشفي البشر فالفرق غير عادي فقال كده إن الفرسي كان لما يمشي في وسط الناس يغطي وشه أحيانا علشان خطايا الناس اللي حواليه حتى ما يمسوش الهوى الناس اللي ماشيين حواليه الخطاة هتشوفوا شو صورة لبس الفرسي تلاقي إنه يعني لابس الشال الطويل ده وليه يعني اللبس ليه حاجات معينة متاخدة من الكتاب المخدس لكن الشال ده ساعت يلفوا نفسهم به علشان حتى هوا الناس الخطالة حواليهم ده ما يلمسهمش فيه انفصال بينه وبين الناس شوف الفرسي يعني شخص مفرز فرسي يعني مفرز وهم كانوا بيعتبروا أنفسهم مفروزين عن الشعب لقداستهم وهم كانوا يعني فئة تضم كهنة وعلمانيين وكانوا بيعلموا ويعزوا لكن هم تمسكوا بحرفية النموس والتفسير وكانوا متشددين جدا في حفظ العادات أو التفسير اللي تسلموها ممن سبقوهم فشايفين الشبه شايفين الشبه بس فيه فرق النموس اللي الله أعطاه لموسى هكلمكم عنه في الآخر شوية علشان نفهم يعني الوصايا اللي ربنا اداها لنا دي اداها لنا ليه النموس ده جيه علشان يساعد الإنسان مش عشان يكسر الإنسان لكن الفرسي أخدوا واستخدموا علشان يفصل ما بينه وبين بقيت البشر ويقول أنا حافظ النموس وانتوا لأ أنا أفضل وانتوا لأ ونسيوا انه النموس جيه علشان يوصل الله بالإنسان وانه الله كان عايز يتواصل مع قلب الإنسان وده شفناه في المسيح علشان كده المسيح قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفرسيين وقال لهم انه انتم مرائين وقال لهم انه انتم يعني بتشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوقة عظام أموات وكل نجاسة وهكذا المتظاهرين بالتدين وبحفظ القانون أو الشرع هم هم نفس الشكل الفرسيين كان عندهم كلمة من الله ولكنهم لم يفهموا أن كلمة الله تعطي اتضاع ومحبة للغير الوصية الأعظم اللي المسيح اداها قال احب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وقريبك نسيو علشان كده المسيح اللهم انتم مراؤون انتم يعني يعني انتم عديتوا النقطة اللي انا كنت بقولها بالكامل بالرغم انهم حفظوا الكلمة لكنهم لم يعرفوا قلب الله للإنسان المسيح جاء من أجل الإنسان وليس من أجل النموس طيب ما بالكم بقى اللي ما عندهمش اللي ماشيين على نموس شيطاني بقى في الأصل اللي هو الشريعة الإسلامية اللي جاية من الشيطان نفسه دول يعني بيدعوا انه هم بيحملوا كلمات الله ولكن في الواقع هم بيحملوا كلمات تعطيهم هم القوة وتعطي هذا الإله سلطان فوق البشر ولكن لا تصل إلى تغيير قلوب الناس حدثة الكشر الشهيرة دي اللي حصلت في الأيام اللي فاتت واحدة ست خدت بنتها وراحوا عملوا طلب كشري وقعدوا علشان يكلوا وجل صاحب المطعم قال لهم آسف ما تقدروش تاكله قبل الفطار فقلت له أنا مسيحية قال لها برضو ما تقدرش تاكله قبل الفطار فالستة كتبت والناس اعتردت والناس عملت مقاطعة لكشري التحرير ليه؟ لأنه فيه ناس بتفهم فيه ناس بتفهم لكن حتلاقي ايه بقى؟ حتلاقي تعليقات الناس غير كده المتشددين بقى دول كان تعليقاتهم ايه؟ لأ انتوا لازم تحترموا المسلمين وانتوا يعني انت بيش قادرة تستني واخد يوكولي في بيتك وقانون المطعم والكلام ده كله كلام ده جي من ايه؟ من واحد زي عبدالله رشدي اللي حاشر نفسه في كل حاجة اللي ليها لازمة واللي ملهاش لازمة قبل التويتر اللي احنا شايفينها دي هو لما طلع الموضوع قال لك بقى ايه؟ اي مطعم له مواعيد لفتح الصالة ومن المعلوم ان التكوي لا يتم تناوله داخل المطاعم ومن الطبيعي انك تحترم سياسات المكانة اللي تتواجد فيه هو بيديك الصورة الاكبر احترم سياسة البلد المسلمة اللي انت عايش فيها ها؟ فما تكلش وإحنا صايمين عشان مشاعرنا الروهيفة كان ليه تويتر قبل كده في اول رمضان قال انه يعني يلزم تجريم الناس اللي بتجهر بافطارها يعني يلزم تجريم هذا العمل يعني عايز يطلع قانون يعاقب من يجهر بافطاره يعني انا واحدة مريضة مش صايمة لو شربت شوية مية يدخلوني السجن بقى ولا يعاقبوني بايه ولا ادفع غرامة عشان مشاعر الاستاذ اللي مش قادر يتحمل انه يعني انا شربت بق مية وانا عيانة او انا مش مسيحية اصلا او انا مش مسلمة اصلا اوكي فده دي كانت المقدمة الناس اللي عملوا كده بيسمعوا لهذا الشخص فبيقولك ايه هذا فقط للتذكير باداب التعامل في حال ما لو نويت ان تزور احد المطاعم خليك يعني يعني يا اوه عايز يقول ان الست دي والناس دول مش مقدبين انتوا لازم تلتزموا شوف بقى ردود الناس حقيقة يبسطتني يعني شوف الصورة اللي بعد كده فواحد بيقوله خلاص اعمل حسابك مفيش اي اكل اي حاجة حيخلال الشهر المسيحيين بيصوموا فيه وبعدين الناس بتدت بقى تسميه الشيخ عبدالله كوشري بصراحة انا ما بستخدمش الاسامي اللي بيقولوها الناس عليه في ناس بتسميه عبدالله مجانس ولا الشيخ مجانس وكلام من ده بصراحة يستحقها جاب صورة طبق كشري من كشري التحرير وتصور جنبه وقال انا حب كشري التحرير انت متحيز وانسان متعصب وعايز طفر الدينك على غيرك وده مش من حقك لان البلد مش بلدك لوحدك والنقطة هنا انه جوه قلبك ايه انت عايز الناس تهتدي الى معرفة الله ولا تهتدي الى القوانين اللي انت عايز تحطها كشيخ مسلم اللي جاي من هذا الاله حاشر نفسه في كل حاجة فيستهل بقى اللي يجراله بصراحة يعني بعد كده في حاجة انا يعني النقطة التانية اللي انا عايزة اكلمكم فيها اللي بتظهر فيها جدا من موضوع تدخلات الشيوخ في كل صغيرة وكبيرة في المجتمع الاسلامي اذا كان يعني في مصر او حتى في دول تانية يعني النهاردة كان فيه او من يوم او اتنين كان فيه قصة عن مسلسل شيخة وازاي في المغرب وكلمة شيخة دي اعتقد انها تعني يمكن رقصة او حاجة زي كده باللغة المغربية فالناس اعترضوا على انه ازاي انتوا عايزين تصوروا انه شيخة دي حاجة كويسة وانه بنت هذه الست في المسلسل عايزة تقول ان انا بفتخر بامي مثلا يعني انا لم اشاهد المسلسل فحصل في المغرب ان الشيوخ بتادوا يطلعوا يتكلموا في هذا الامر ويقولوا ان دي حاجة غلط وان ده يخالف الدين وانتوا عايزين تبوزوا المجتمع الاسلامي هذه الوصاية على الفكر والفن وحرية الناس وانه يعني في واحدة ممكن تكون بتغني لكنها محترمة جدا بترقص لكنها برضو محترمة جدا يعني ده فن وعمل ولكنها ست محترمة لكنها خرجت عن الاطار اللي عايز رجل الدين يضع للمرأة عموما وبعدين دا يعلى بقى للفكر العام اللي لازم يقيد بموافقة رجال الدين او عدم موافقته عندنا مثل بقى في مصر حصل وده برضو خاص بشعر رمضان استشعر رمضان مليان بالقصص اللي طلع من المسلسلات مسلسل فاتن امل حربي القصة كاتبها الاستاذ ابراهيم عيسى وانا برضو لم اشاهد المسلسل بس يعني شاهدت مقاطع ومعجبة جدا بالفكرة ولم اقرأ القصة بعد لكن انا هتكلم عن ما شاهدته لان قصة فاتن امل حربي هي قصة واحدة ست اتجوزت راجل كان بيعنفها وبعدين اتطلقت وبتعاني انها يكون عندها عايزة تحافظ على عيالها عايزة بناتها عايزة تبقى حضانة بناتها مضمونة لها ولو انها فكرت انها تتجوز عارفة انه حضانة بناتها تتخذ منها فبتروح وبتسأل الشيوخ وبتحورهم وكده ويبدأ بقى مهزلة من الاعتراضات على ازاي الست بتسأل هذه الاسئلة وعايزة تخالف الشرع والدين والمعروف من الدين بالضرورة والكلام ده كله يعني المنصات الاعلامية كلها مليانة ناس عملت اعترد ما هم ما شايفين القصة القصة بتتكلم على الام امرأة تأثرت بحكم ديني وحكم قانون مربوط بالدين وهذا الحكم ارعب حياتها لانها مش عارفة مستقبلها مع بناتها هيكون ايه ومش عايزة بناتها اكيد مش عايزة بناتها يتربوا مع هذا الاب المعنف في جزء من المسلسل الاب بيرجع يقول لها انا عايزة ارجعك تاني وهي بتفكر لانهم بيعانوا فالبنات بيقولوا لا لا ما ترجعلوش فده يقول لك انه ده اب معنف دي مش قصة خيالية دي قصة حقيقية وقعية بتحصل كل يوم للمرأة المسلمة في العالم الاسلامي كله فاتن امل حربي سماها الاستاذ ابراهيم عيسى هذا الاسم اكراما ل يعني علشان يذكرنا بالاستاذة فاتن حمامة لما عملت فيلم انا اسفل فيلم ان نسيت اسم الفيلم اللي كانت بتدور في المحاكم وعلشان تطلب الطلاق اريده حلا فيلم اريده حلا من اشهر الافلام اللي اتعملت عن قصص ومشاكل النساء اللي تغير بسببها وتعدل بسببها كتير من القوانين الخاصة بالاسرة فانه الشيوخ سابوا كل ده على جنب وسابوا المشاكل الاجتماعية اللي بيتمر بيها نساء العالم الاسلامي كله مش نساء مصر بس بسبب موضوع الحضانة والتعامل مع حالة الاولاد بين الاب والام ويروح مين اللي ياخد حضانة بعد مين والكلام ده كله والرؤية والكلام ده كله سابوا كل الكلام ده ومسكوا في ازاي الست بتتكلم مع الشيوخ كده وازاي بتسأل هذه الاسئلة ايه نوعيت الاسئلة دي واللي هي سألتها اللي خلت العالم كله يعني عالم الشيوخ يعترض ويبقوا كل واحد عمال يعمل برنامج على النقطة دي بتقوله هو ده حكم يعني هو ده كلام ربنا ولا كلام كنته هو ده حقيقي هو هل فيه اله رحيم يسمح بما تواجهه المرأة المسلمة النهاردة من تعسف وبتدوا يتكلموا على شكل الشيوخ على قيمة الشيوخ فقصة المسلسل ما هياش قصة خالية هي قصة تعيشها المرأة المسلمة في العالم كله مسألة الحضانة من الامور المؤلمة جدا انا هقولكم حاجة شخصية امي وابويا لما طلقوا انا صغيرة ما كانش بينهم مشاكل لكن كانت ساعات العيلة تعمل مشاكل فعلشان يخوفوا امي يقولوا لها بنتك كبرت هناخدها فكانت امي تترعب وتبقى عارفة انه لو حاول ابويا ياخدني بالقانون حياخدني وانا نفسي كابنة في هذا الوقت كان عندي خوف لما شوف بابا جاي علشان يزورني كنت بقى خايفة لا ياخدني لان انا مش عايزة روح اقعد مع امرأة ابويا ولا عايزة روح اقعد عند جدتي انا عايزة افضل مع امي فدي حاجة وقعية في ناس بتعيشها كل يوم هل ده اتغير لا ما اتغيرش خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده بتكلمنا في نلي كريم عن بعض الافكار اللي في المسالسة تفضل مش بنتكلم على فاتن بس 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 طبعا فاتن موضوع بما انها هي بطلة الاحداث لكن ان القانون زي ظلم الرجالة برضو يعني في نفس الحاجة فكلنا في مركب واحدة فتعالوا نشتغل على حاجة يعني محدش ينضر بالعكس يعني تشتغل في مصلحة الجميع وخصوصا الاطفال فانا اعتقد ان احنا حننصر المرأة مجتمعنا حينصر المرأة مجتمع بتانا على الاهل حتى لو في عقول لسه مش واصل لها ده لسه لو في عقول شايفة ان الست دي يعني صوتها عورة وما تتكلمش سمعتوا الكلمات اللي استخدمت على فكرة الناس كانوا فاكرين انه مشكلة الشيوخ هي بس مع المقابلة اللي عملتها نلي كريم او فاتن مع الشيخ اللي بتقوله ده كلام كنتو ولا كلام ربنا لكن الحقيقة ان المسلسل في العديد من تقديم للعديد من المشاكل اللي بتعاني منها النساء في مصر او في العالم الاسلامي المرتبطة بالدين يعني مثلا مشكلة انه الستات ما يقدروش يقعدوا في قوتيل او ياخدوا قوضة في قوتيل لوحدهم او مع ولادهم فبيقدموها وبيطلبوا انه الموضوع ده يتغير الموضوع ده راجع ليه للثقافة انه المرأة اذا كانت هتقعد ما معهاش محرم ما معهاش راجل يبقى احتمل حاجة غلط قمع لحرية المرأة يعني انا الموضوع ده بيضايقني جدا لانه مثلا واحدة ستة مسافرة وقدمته قبل كده واحدة ستة تبقى مسافرة وفي بلد غريبة ومش عارفة تلاقي قوتيل تقعد بها فيها وولادها فتعمل ايه تنفع عربية في الشرع ده افضل لكم من انها تقعد محترمة في قوتيل حتدفع فيه معاكل البطاقة بتاعتها يعني محدش بيطلع كده الحاب العنابل في القوتيلات يعني المصرية بالذات لكن هذا منظور المجتمع للمرأة جاي منين؟ من الدين اللي قالك ستة متخرجش من غير راجل والستة اذا خرجت تبقى يتقدمها الشيطان والكلام ده كل فالمسلسل بيقدم عدة مشاكل مش بس مشاكل الحضانة واعتقد انه المسلسل لسه مستمر وحنشوف فيه الكثير من المشاكل اللي بتعانيها نساء مصر طلب انه القانون يتغير قانون الاحوال الشخصية المصري بقاله كام سنة بيقدم ويطالب فيه بتعديلات ولسه قاعد ما فيهوش قرارات ليه؟ يعني احنا عملنا حلقات على موضوع تغيير الحضانة ورؤية الاب وقلنا انه انه المفروض انه ده حاجة صحية للولد وانه المفروض انه الدولة تضمن انه الاب يشوف الاولاد والام تشوف الاولاد والعائلة تشوف الاولاد وانه يكون فيه قوانين تضبط ده وانه يكون فيه اخصائيين اجتماعين يضبطوا ده لكن اللي بيحصل تلاقي الدين داخل فلازم يقول لك لا الحضانة للام لسبع سنين والولد سبع سنين والبنت تسع سنين وولاية الاب ووساية الاب والامة ما تقدرش تطلع اوراق لاولادها مشاكل مشاكل جاي منين مجتمع يعني تحس انه عارف لما حياة حد تتجمت كده توقف عند حتة وتدخل في حرسد المرأة في العالم الاسلامي دائما ما تواجه بحرسد علشان خاطر فيه قانون اسلامي في الشرع بيقول لها انها ما تقدرش ما تنفعش اقل ما تعملش صوتك عورة انتي ناقصة عقل ودين وهكذا فنيلي كريم فاتن امل حربي واجهت الشيوخ بده خلينا نشوف جزء من اللي قاله طبعا المحشور في كل شيء الشيخ عبدالله كوشري بيتكلم في الموضوع ده ازاي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي هل ربنا ايه ان الستة المطلقة لما تيجي تتجوز تسقط حضانة عائلها خلي بالكم من السؤال ايه دايما ايه هم عايزين يلفتوا انظارك لان الدين محصور في الكلام المكتوب في القرآن فقط يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما نسألش عنه اقوال الصحابة رضوان الله عليهم اللي هم تعلموا الدين من سيدنا النبي ما تلزمناش تفسير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن برضو ما يلزمناش وما لحنا يلزمن ايه يلزمن الآيات الموجودة واحنا بقى نكيف ونفسر براحتنا ونلعب زي ما احنا عايزين انا عايزة سأل سؤال هي سألت سؤال هو ربنا قال ايه هو مش من حق الستة انها تسأل هو ربنا قال ايه لو هي عايزة تلتزم بما قاله الله فقط او من حق الانسان انه يعرف هو ربنا قال ايه لكن احنا عندنا في الاسلام يقولوا ايه هو الدين قال ايه هو الشارع قال ايه هو النبي قال ايه الشيخ هنا مش زعلان ولا بيفكر في حالة هذه المرأة هو زعلان انها بتسأل على مقاله القرآن هي المفروض انها بتسأل على مقاله القرآن يزعلك ده في ايه انت شيخ مش المفروض انه دستورك القرآن زي ما بتقول لا لا وهنشوف المبهر من ما قالوه بعض الشيوخ في هذا الامر شوف الكلام عن نبي واحنا نفسر براحتنا يعني الكلام ده هو بيقولك لا انت هتتكلمي براحتك لا احنا عندنا اللي قالوا النبي واللي جابوا النبي واللي شافوا النبي واللي خدوا من جبريل واللي خدوا من مش عارف ايه انت شوفت الكلام ده فيه طب اسألك هاسأل حضرتك سؤالي انت بس يعني ليه انت بس اللي تفسر وتنقل عن واحد تاني فسر وهو برضو نقل عن واحد قال كلام وانت ما عندكش اثبات اصلا انه نبي من الله اقولها تاني ليه انت بس اللي تفسر وتنقل عن واحد نقل عن واحد قال كلام انت ما عندكش اثبات اصلا انه نبي وانه اخد الكلام ده من الله اش معنى انت بس اللي تفسر ليه انا ما فكرش وليه انا ما شوفش اثباتات تقنعني وليه انا ما دورش على اسلوب لحياتي ليه كل امرأة لا تستطيع انها تعمل كده في الاسلام مش محتاجة اثنشر مادة تدرسها ومش محتاجة ستين معلم يعلمها لكن هناك عقل وهناك قلب يفهم ما هو من الله وما لا يمكن ان يكون من الله شوف انت كشيخ وجميع الشيخ اللي بيسمعونا النهاردة الاثبات ان كلام محمد لا يصلح هو المشاكل القائمة في تطبيقه اليوم اللي بيقولك انه هذا الرجل لم يأتي بكلمة من الله تصلح لكل عصر وكل اوان وكل مكان دي ادعاءات فارغة وكاذبة انتو عايزين تعملولها يعني عايزين ت بيقولوا في مصر كده انت عايز تقلوز الموضوع على قد الحكاية فانتو عايزين تقلوزوا الموضوع علشان خاطر ايه تعملوه يعني انه ينفع فتشددوا على الناس وتكبتوا الناس وتقولهم ما تفكروش وانتو بتقولوا ده غلط ما ينفعش هتطلعي فكرة جديدة بدعة وكل بدعة ضلالة خرافات اسلامية مستمرة في حياتنا ومصممين هذه الخرافات هم شيوخ الاسلام في الريسيين العصر خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونشوف تعليق عبدالله رجدي بيقول علي ايه يعني فيه اية بتقول قال الله تعالى ان الستة ده اتحرف يا ستة ده مجرد سؤال انا خارجة حقوق وموظفة في شهر العقاري وانت بيان عليك شيخ مستنير وحضرتك اسمك ايه اسمي ايه شوف هنا خلي بالكم بيوريكم ان الشيخ ازاي صدم المرأة ولاها انت تجننت يا ست انتي فجأة بتاخدين بالكم الحتة دي اتجننت يا ست انتي وبعدين هي بترد ايه بكل هدوء والشيخ منفعل بيوريك دايما ان الشيخ ده مصدوم ما بيستحملش ايه فكرة غريبة هو انصدم انت تجننت يا ست انتي مع ان لو واحدة راحت هناك الازهر او الافتاء وقالت ما قالت او واحد راح يقعدوا يفهموه وبالهم طويل وبيشرحوا للناس حلوين اوي بالهم طويل اللطاف الحلوين الكيوت بتوع شيوخ الازهر يعني ناخد امثلة منهم حضرتك مثلا وانت بتتكلم على كل الستات على انهم مصدر لكل خطية وانهم لابسين قمصان نوم في الشوارع وانهم بيستفزوا ذكورتك وانه كل ست تطلع باي فكرة هي مش فاهمة ولازم ترجع ولازم تعمل وانت لطيف جدا مع الستات بالذات او مثلا الستات اللي حضرتك بتتكلم معهم وتقول لها طب بيبقيت علي وانا وريكي مش كده ما هو ده من لطف برضو شيوخ الاسلام اللي زي حضرتك خلاص يعني يمكن فيه شيوخ قلطف منك زي مبروكة عطية مثلا الستة تبتدي تتكلم تقول له انا بتضرب يقول لها موصنت ومعروف من بداية الخلق ان الستات بيزودوا في كل حاجة طب وريني كده طب انت معرية دراعك ليه عشان توري الناس الستة دراعها مزرق ومضروبة ومش عارف ايه يقول لها انت معرية لا دراعك وايه وايه يعني فيه حكاوي كتير مبروكة عطية يعني استاذ في تهزيق الستات اللي بتكلمه والحط من قدر الستات اللي بتطلع علشان تسأل سؤال لراجل دين بيتابعوه ويعود يقول لا ده انتو مش هتشوفوا الجنة بعينكم مش كده ولا الشيخ التاني ده اللي بيطلع اللي بيطلع مع الدكتورة دعاء ويعود يزعق لها يقول لها انت بتصلي بتصلي انت ما ينفعش تأمي الاطفال حتى لا يا جوز صلاة الجديمة تنفعش تقول له بس عيال لا يا جوز انت ها هقوم لك بقى هقوم بقى مش كده ما بنشوفش الكلام ده على التلفزيون ولا بقى الشيخ كريمة اللي يطلع يزعق للكل اللي يقول لهم انتم مش فاهمين حاجة ولا الشعراوي اللي يقول للست اسكوتي انت هتتكلمي على ايه انت هتشتكي النجوزك بيدرابك بعد ما شاف عوريتك يا شيخ اسكوتي كده ايه شيوخ اللطف دول ايه شيوخ الكيوت دول يا شيخ عبدال يقول لها هل هو ما فيه شيوخ عقلين يعني يعني بيتكلموا مع الناس بلطف انت بتتكلم بما انت متشبع بيه انت بتدافع عن الشيوخ شغلتك هنا انك بتدافع عن الشيوخ الست بتقول له انا محامية وانا يعني اعتبر ان دي حالة حقيقية واحدة محامية درسة بتسأل اسئلة وقعية انا ايه اللي يمنعني انا قادرة ان انا اربي بناتي ايه اللي يمنعني ان الحضانة والقوامة تكون ليا في تربية بناتي ايه اللي يمنعني ان انا اتجوز واعتني ببناتي انا ادرى بتقول له انا ادرى اعتني ببناتي مزيها زي الالاف ومئات وملايين الستات اللي في العالم كله الست بتبقى عندها عيال من جوازة قبل كده وتتجوز والراجل عنده عيال من جوازة قبل كده ويتجوز وده بيعتني بأولاده وده بيعتني بأولاده والتنين بيتفقوا على شيء مشترك لانه هناك احترام مشترك بين الاتنين لكن انت المسألة لا في الراجل ولا الست المسألة في الدين في قوانين هذا الدين اللي جات من حديث واحد يتيم محمد قال للست اللي رحيت لو قيت له ده ابني انا ربيته وردعته وكبرته واحتضنته وكده وجوزي عايز ياخده فقال له هو ليك ان لم تنكحي اسأل حضراتكم سؤال يعني زي ما تجوزتيش اول ما تتجوزي ياخده ابو اسأل حضراتكم سؤال هذا النبي الرحيم اللطيف اللي بيكلم واحدة ست عايزة تربي ابنها عايزة ابنها يفضل معاها وفي الوقت ده كانوا الستات على عهده بعد ما جيئه ما لهمش اكل عيش برة لازم تتجوز علشان خاطر تقدر تعيش وتأكل عيالها فلا انتي لما تتجوزي تفضل الراجل بقى العيل اللي يروح لابو لم يهتم يعني واحدة ستة بتقول ده ابني دنايا انا ربيته انا احتضنته انا بحبه مقدرش انتفصل عنه انا لا استطيع ان افهم ابدا يعني هذا الانفصال في عقل الاله اللي يقولك انك تفصل الام عن ابنائها الاحب يعني الاكتر حبا ورحمة ولطفا بتقرير الله نفسه على رعاية هؤلاء الاطفال يعني مش ادرا فهمها مش ادرا فهمها مش ادرا فهمها خليني اخد مكالمة اهلا بيك كعب ابن الاشرف اخونا المبارك ربنا يبركك اهلا بيك تفضل اهلا وسلم وسلم الخير يا دكتور ايماني كل سنة وحضرتك طيبة وانت طيب بركة ونعمة الرب دائما اهلا بيك ربنا يخليك يا دكتور ايماني انا كنت بس عايزة عن المدخلة بخصوص موضوع الازهر ده لان بصراحة الازهر يعني هو سبب الكرسة اللي احنا فيها في مصر اي مش بس في مصر مش محتكر بس على مصر بل اصبح منتشر في العالم كله وافكارهم بيبعتوها لكل مكان يعني بيبعتوها مع كل الناس يعني دعاء بيطلعوا بره مش عارفية كده اه يعني هو العنوان معبر جدا بصراحة في رسيين الازهر فا اهلا اعوان الازهر لعب دول كبير في الفترة على مدار سنين من اول ما تأسس هو لعب على اخصاعه كل البشر علشان مش عايزين حد يفكر عايزين ان الناس تسمع بس ومحدش ومحدش يفكر وراهم كل اللي يقول يقولك ان ده اه كلام ربنا اه مش عايزين ومش عايزين حد يسألهم الشيخ اللي دايما دوش الميديا وبيحب التريند ده عبدالله رجد اللي كل شوية طلع يتكلم عن والصحابة وبيتغنى بالصحابة طب يقول للناس ما تكيف الصحابة في الكتب هو بالعكس الاظر بيحاول يجمل فكرة ان الاسلام بريء وبنشوف خطباتهم دايما الاسلام بريء بعد كل عملية ارهابية يقتلوا القتيل ويمشي في جناسته يحرد الناس يحردوا الناس على الكراهية والحقد والبغضاء وكراهية الاخر ومش عارف ايه وفي الاخر لما تحصل الكرسة يقول لك الاسلام بريء هو ده دول الاظهر دول الاظهر البكاء على القطيع يعني مشكلة مشكلة بكاء الاسلام لليوم هي بسبب جهلة اتباعه بي وهو يعني لو لم يبقى الامر على ما هو عليه بالنسبة للاظهر يعني اذا لم يحافظوا على ده تخلص الشغلانة بقى مش هيلو حاجة يشتغلوها يعني فطبعا لازم محاولات تجميل الدين والسيطرة يعني هناك اوقات تلاقيه بيجمل وهناك اوقات تلاقيه بيسيطر لا عايز يثبت مكانه ويثبت القانون اللي هو بيقدمه وخاصة على فكرة في موضوع قانون الاحوال الشخصية المصري لانه الازهر لسه مازال معترض على الكثير من المواضيع في قوانين احوال الشخصية المقدمة الان علشان كده في عرقلة مش هنخلص بتصبت اود رئيس السيسي اول ما مجرد بس ما قال نلغي فكرة الطلاق الشفعي هاجو خرب الدنيا عليه لك لا ما ينفحش وفي نفس الوقت استنش هو الازهر ليه تاريخه معروف هو يعني زي ما حضرتك قلت كده هو بقاءهم بس عايزين احنا موجودين والأمال يعني واحد زي الشيخ عبدالله رشد ده شاب في سن تلاتين سنة ولا حاجة وتلاتين سنة الناس بتشتغل والناس بتكافح في الحياة عشان يقدروا يعيشوا دول ناس ما بتشتغلش قاعدة في البيوت تبس فيديوهات تاخد عليها تاخد عليها ملايين سنويا وصعبين الكطيع يسمحهم وخلاص هو يعد يلم الدولارات من الفيديوهات والكطيع يلم البركات ده ده فتوة الأزهر ده أنا بسميه فتوة الأزهر أنا بشكرك على مداخلتك أنا دايماً بحب أقول لعشان المشاهدين يبقوا عارفين يعني أخونا كعبة بن الأشرف عابر فخلفيتك تشهد للي أنت بتشهد عليه مش كده؟ لا شكراً يا دكتور أماني بس أنا عايز أوضح بس أحداتك لا أنا أنا مش عابر أنت مش عابر؟ انت خدعتني لا 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 أوكي لا لا أنا بأهزر معلش أن ألت لخبط أوكي لا أنا لو أدخل كلام هاوط بس عشان مشاكل بس وإنحط القوانين في بلادنا صعب أنا فاهمة أنا فاهمة ربنا يبركك وسعيدة دايماً بمشاركاتك ربنا يخليك ربنا معك طيب بس أنا مش دكتورة يعني تفضلوش تقولويا دكتورة أنا مش دكتورة ربنا يبركك أعراب أماني أماني تانكي أخ بولس أهلاً بيك أهلاً أهلاً إزايك أخ بولس وإنت طيب بولس المرة دي بقى عبر أنا أصلح أهلاً بيك أنا بولس أنا عرفاك أهلاً قولي تعليقك النهاردة على الحلقة تفضل حلقة جميلة صراحة تكلمي حضرتك عن المرأة وعن المقصال يتشوف المرأة أي المشكلة إن هما في النهاية بيقولك إن الإسلام كر من المرأة أي طب أي تكريم تدير الإسلام كر من المرأة والمرأة ما تقدرش تخرج من دفع إلا لإذن جزها مزبور يعني حتى لو أبوها مريض وهيموت مستحيل تخرج إلا إذا أدى لها جزها طب هل ده تكريمي أفتي يا هل تكريم المرأة إن الراجل لما يحتاجها على الفراش بمزاجه هو يطلبها واترح له طب لو هي محتاجانه هل هيربي رغباتها طبع ده مستحيل أنا آسف في الأفضل دي على الأسف ولا يهمك شكرا يا بول مبسوطة أسمع صوتك كل سنة وإنت طيب نعمة المسيح تغطيك دايما كمان يا أختي بتتكلمي عن الصيام سنة سنة بيسمع تعالي شوفي تعالي شوفي في المهزرة اللي إحنا فيها دي أي تسبب دي في الشوارع وأنصار قبيحة وكمان اللي نزل بلق الميكروفونات اللي قالينا اللي عارفيني إنها ولا عارفيني نوعود ولا عارفيني نعمة أي حاجة كل فائزة كل حتى ساعة الترويح بالميكروفوز مش عارفيني حتى نعمل حاجة يعني السعودية منعت منعت الصلوات على التليفزيونات والأظهر شغال لإذاعة الصلوات في كل مكان والميكروفونات اللي في كل حتة ربنا يعينكم حاجة مؤرسة يعني هم عايزين يخدوا حتى الأذان على الناس مظيمك مش مسلمين في الداخل شيء عجيز صراحة يعني نحن نحمد ربنا على نعمة النتيحة جميع بجد ربنا يستخدمك ربنا يستخدمك في المكان اللي انت فيه ويعطيك ثمار في أهل بيتك وفي بلدك ومصر تتغير بالعابرين في اسم يسوع خليني صليلك قبل ما نقفل يا بوليس خليني صليلك رب أنا بشكرك من أجل أخونا بوليس بشكرك من أجل تمسكه بكلمتك وبمحبتك وبالحياة معاك بسألك رب انك تغير أهل بيته وتديله ثمار فيهم في اسم يسوع وانه لا يسقط من يدك واحد منهم في اسم يسوع في اسم يسوع بصلي من أجلها ومن أجل خدمته على الأرض ونرفع أمامك مصر يا رب انت تحرر هذا البلد بمحبتك الخالصة في اسم يسوع شكرا يا بوليس اعلن بالناس أم بالمدة اللي بيقدموها هل هم مهتمين بقلوب ومشاكل للناس أم بالمدة اللي هم استلموها واستلموها ازاي وبيسلموها ازاي خلينا نشوف أحد الشيوخ السلفيين اللي برضو اشترك فيه موضوع فاتن أم الحربي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي أنت أحق به يعني حضانته ما لم تنكه يعني تتزوج هكذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عن رب العزة تبارك اسمه الرسول هو الذي جاء بالقرآن وهو الذي قال هذا الكلام إذا هي كانت تريد وأن يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن إن الستة المطلقة فإذن سننكر تسعين بالمئة من الشريعة ذا لم يكن أكثر لأن الله سبحانه وتعالى كثير من الأحكام التي نعملها ليست نذكورة هكذا نصا بالقرآن الكريم لم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن سلخ جلد إبراهيم عيسى حرام تكلم الجملة الأخيرة دي بس علق الأول وبعد أن أرجع لها تاني يعني هو أخذ الحديث اللي أنا كلمتكم عنه ده وقال لها أنت أولى به ما لم تنكحي ويعني الحديث الوحيد اللي خلى عمل مأساة حرمت ملايين الستات من الحياة الكريمة مع أبنائهم وبعدين هشاشة هذا الدين وهشاشة هذا الفكر بيقولك إحن أنتو لو أنقرتوا السنة هتنكروا تسعين في المئة من الإسلام ودي كارسة دي كارسة فعلا بتقول أن المسلمين اليوم يتبعوا تسعين الدين تسعين في المئة منه خرافات وليس له أساس وتسليم وعنعنى وتفسير بشر بشر وهذا الشيخ طبعا المليء بالغضب على يعني الأظهر الأظهر يعني هو هنا على فكرة كمان مش بيهاجم بس المسلسل لا ده هو كمان بيهاجم الأظهر وهو يعني برضو هو شغال في الموضوع لأنه بيعترض على كل شيوخ الأظهرين بيقولك بيقولك إن 90% من الدين كله جاي من السنة يعني أنت ما عندك شغل 10% تعتمد عليها على أنه هذا شيء أنت تعتقد أنه نازل من الله لكن مصدرك غير موسوق فيه وبعدين يختم بحتة ويقولك يعني إحنا ما عندناش حاجة بتقول مثلا أن سلخ جلد إبراهيم عيسى حرام يقصد بيها إيه الشيخ ده وهو صايم لوجه الله كده بيشجع الناس على أنهم يسلخوا إبراهيم عيسى مش حرام هو عايز يقول لهم مش حرام هو مش جاتش في القرآن أنا إنكم لا تسلخون جلد إبراهيم عيسى لا ما قالش كده ما فيش ألف لا ميم اسلخ جلد إبراهيم عيسى بس هو عنده عنده اللي يتكلم على الرسول يتسلخ جلده ويقتل ويكفر وهكذا هذا كلام رجل صائم المفروض لواجه الله ماذا فعل هذا الدين بإنسانيتهم خلني أخذ المكالمة اللي معنا الأخ ناجي أهلا بيك أخ ناجي أهلا بحضرته بختماني أهلا بيك أخونا تفضل أنا مبسوط جدا أكلمك على الهوى مبوشرة أهلا بيك وأنا سعيدة من السندرية أهلا وسهلا الله يخليك أهلا وسهلا ربنا يباركك في استخدامك وأحبازكم كل سلام طيبين شكرا وكل سنة وحضرتك طيب والكنيسة كلها في نعمة المسيح آمين ربي بارككم حلقة روعة وربي بارككم وأنا بحضر برنامجك دايما المرأة المسلمة شكرا والرب جويكم شكرا وإحنا بنصلي من أجلكم وبنعزيكم في انتقال أبونا أرسنيوس ونشكر الرب على شهادته للمسيح شكرا أختي أماني ربي باركك ويباركك عزيز طيب طيب أخذ الفيديو الأخير دا نفس الشيخ بيتكلم عن جزء معين في اللي قالته الفاتن المفروض وراحت تسأل شيخ تاني شيخ سلفي بقى فالشيخ السلفي هو بيعترض على إن الشيخ السلفي فيما قبل إنه الشيخ السلفي معرفش يرد عليها وإنه إزاي ما ردش عليها بآيات وبأحاديث ومش عارف إيه بس قامل حتة دي وشوف تعليقه عليها إيه طارة كفاية سافرة وأحدى فسطينة عاجزة عن النقاش عاجزة عن الجواب فطردها ثم قال لها كفاية سافرة وقادة فسطينة هي فعلا لو كانت لو كانت تتبع الله سبحانه وتعالى لما كانت سافرة لو كانت تريد كلام الله لما كانت سافرة الله قال وقرنا في بيوتكم لو أخذنا بلفظ هذه الآية وجب أن لا تخرج من بيتها لو التزنت اللفظ الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن وهي لا لبسة خمار ولا ضربة على الجيب فإذا هي غير ملتزمة أساسا لشرع الله وتريد نص من كتاب الله إحواني هؤلاء أكثر الناس بعدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يفهموه وهؤلاء لا يمكن لا يمكن قطعا وجزما لا يمكن أن يفهموا كتاب الله طيب هو هنا يعني في الأول قال لك إيه هو معرفش يرد عليها فطردها بس هو عنده حق لأنها سفرة وبعلم في الأخير قال لك أصلا هؤلاء لا يمكن أن هم يفهموا كلام الله ما هي المفروض لو فهمت كلام الله هتبقى مش سفرة وهتضغطى وهتقبل حكم الله وهتقعد في البيت وقرنا في بيوتا كنا والكلام ده كله منظور الإسلام للمرأة تبلور في تلاتين ثانية اللي اتكلم فيهم الراجل ده اللي كان مفروض الشيخ اللي طردها ده يقوله لا أنت سفرة ولازم تعودي في البيت وانت مش هتفهمي ومش عارف إيه ساب القصة وراح متفرع لحاجة تانية عارفين بيفكروني بإيه يعني الشيوخ اللي مثلا مشكرتهم مع الأثار اللي يقولك إنه تمسار رمسيس ده صنم الناس هتعبوده وكأنك شايف إنه مثلا ميدان التحرير مالياه الناس عملين يعبدوا تمسار رمسيس عندهم مشكلة مع الأثار عايزين يهدموه دول عندهم مشكلة في الفن عايزين بردو يهدموه عندهم مشكلة مع كل من يتكلم وله سقوط عايزين يهدموه فيعني أحسن ليهم إنهما لا يوجهوا مشاكل المجتمع علشان هو ليس له سلطان حقيقي على حلها لأنه مقيد بهذه القواعد الإسلامية يقولك مثلا إيه أنت لا تجهر بالمعاصي ما تجهرش بالمعاصي ليه علشان خاطر أنت لو يعني أجهرت بالمعاصي ده يعني أنت هتعاقب ومش عارف إيه على فكرة في فرق بين أنك تجهر بالمعاصي لأنك واحد يعني فجرت بقى فهتعمل اللي أنت عايز تعمله وخلاص وأنه إنسان يخطئ فيعترف بخطيته يعني ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين يعني أنه طويل واحد فيعترف بخطيته فيروح لحد يقوله ساعدني في هذه الخطية ساعدني في هذه المعاناة إزاي صلح قلبي مع ربنا لكن إحنا مش عايزين حد يتكلم في خطايا واللي يفضل في البيوت يفضل في البيوت والتعنيف المرأة يفضل والكلام ده كله ما حدش يتكلم عشان يبقى الحال كما هو على ما هو عليه ويبقى الأزهر ويبقى الشيوخ هم أصحاب السلطان يعني اللي كبروه أكتر من اللازم والحاجة اللي بتكبر أكتر من اللازم دي الحاجة اللي تقعد تنفخها بتبقى دايما جواها هوى فاضية فاضية أنتم ليس لكم سلطان حقيقي الفرق بين الأزهر وشيوخ الأزهر ورجال الدين الإسلامي وبين الفرسيين بقى أن الفرسي عنده قانون الله تعاملات الله وصايا الله الحقيقية هو لم يتعامل معه وحفظها ولكن لم يعيشها ولكن ده أصل حقيقي صادر من إله حقيقي محب لو نفذ هجيب سمر أنت بقى اللي عندك مجموعة من اللخبطات في الأفكار اللي اعتمدت على مزاج محمد أو مزاج هذا الإله أو على أساس تضليل الإنسان عن معرفة الله الحقيقي فحتى الأصل اللي بتحاول تحميه فاضي لم يؤدي إلى تغييرك أنت شخصيا هؤلاء الشيوخ أمثال هذا الرجل برضو ولا واحد منهم تعاطف مع حلة المرأة في المجتمع اليوم ولا واحد هو شايف أن شرع الله هو اللي هيمشي هو ربنا قال لك تحرم الست من عيالها نحرمها هو قدرة الرسول قال لك يحصل ختان نعمل ختان هو قدرة فبقوا الشيوخ ده كاترة وبقوا الشيوخ علماء فالق وبقوا الشيوخ يصدروا أحكام على في الطب دي قضية تنفع ودي عملية تنفع ودي ما تنفعش وهكذا وده السلطان الدين فعلشان يحموا ده يطلع أنا عايزة بس تحطولي الصورة الرقم 10 دي لأنه فيها رد الأظهر أنا عايزة أقول حاجة أنا مش هقراركو الأظهر للفاتوى رد قال إيه كله لأنه كل اللي قالوه هنا الحقيقة مسألة فيها يعني تكفير وفيها تشويه لأفكار الناس يقولك أنه المسلسل ده عمل تشويه للمفاهيم الدينية الهدف منه إصارة الجدل وزيادة الشهرة والمشاهدات واستهزاء بقاية القرآن الكريم كبيرة جريمة كبرى يعني عايز جرم وكفر وألقى تهم على كل من تكلم في المسلسل ده واعتبروا تهديد لسلم المجتمع لأنه ناس بتسأل ناس بتدور على حل الناس عايز تغير قانون بس طلع بعد كده الشيخ الطيب وقال لك لا هو الحقيقة احنا ما عندناش حاجة بتقول سن الحضانة سبعة سنين وتسعة سنين بالتحديد لكن حطلنا الحديث بتاع محمد ان الست اذا اتجوزت تروح ياخد الزوج ياخد عياله فلم يغير الكلام وبعدين بعد كده طلعوا قالوا ايه ان الازهر ما طلعش البيان ده الازهر للفتوى هو العمل البيان والازهر للفتوى الالكترونية هو من الازهر فما تقدروش تنكروه واللي حطط لنا الصورة دي وبيان الازهر الشيخ عبدالله بتاع الازهر قادم الازهر قادم اهو حطتها لكم عايز اقول حاجة عن قوانين الله اللي اذا ما غيرتش قلوب الناس يبقى في مشكلة كبيرة لكن المسيح لقالنا حل في الموضوع ده في العهد القديم في حوالي 613 وصية احنا عارفين انه في العهد القديم ربنا ادى الموسى الوصية العشر لكن الشعب كان الوصية العشر ياخدها تحصل مشكلة فربنا يعالج المشكلة وينزل وصية اخرى وصية اخرى لكن في الاخر الشعب كان دائما يخطئ ولم يتغير قلب هذا الشعب فجوم الانبياء بعد كده وقالوا انه ربنا عايز قلب هذا الشعب يتغير وان هذا القلب لن يتغير الا بمعرفة المسيح علشان كده جي المسيح واصبح هو اللي يوصل بينك وبين الله اللي اعطى محبة حقيقية قالك تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك لانه كان عايز يورينا انه انا احببتكم حتى الموت هكذا هي قيمة الانسان في عينين الله فاذا كنت عايز تبقى رجل يمثل الامان احب قريبك كنفسك كما احبك الله والى اللقاء احبك الله